السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنبدأ درس اليوم بمراجعة حروف اللغة العربية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لم ميم نون هاء و و ياء اليوم سنتعرف حرف الشين هذا حرف الشين حرف الشين عنده ثلاث نقط ثلاث نقط في أول الكلمة نكتب حرف الشين هكذا في وسط الكلمة نكتب حرف الشين هكذا إذا كان متصلا بحرف قبله ونكتبه هكذا إذا كان غير متصل بحرف قبله مثلا بعد الألف في آخر الكلمة نكتبه هكذا نكتب حرف الشين هكذا إذا كان متصلا بحرف قبله ونكتبه هكذا إذا كان غير متصل مثلا بعد حرف الدال سأقرأ الآن حرف الشين مع الحركات شا شو شي ش شا شن 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 شا شو ش شا نمر الآن إلى الكلمات شا شجرة شجرة هذه شجرة كشاف كشاف هذا كشاف فراشة فراشة هذه فراشة شاهد شعيب شعيب فراشة فراشة شاهد شعيب فراشة هذا شعيب وهذه فراشة ترجمة نانسي قعere مدين game شعيب